اشتركوا في القناة 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 مهم الدراري الان ننتقل الى الخدعة الاخرى خدعة الحيوان الجديد مهم اخوتي بالسفد الناس كيلي معجبهمش المهارة للحيوان الجديد اللي هو القرد حتى انا في الاول ما كانت عجبتني ولكن بالروج والاخوتي فهي مهارة زوينة مهم على سبيل ميشا للدراري هنا يعني فيش كجي بغيت لحق المبولة يقدر يقوت لك شي واحد ايزي اذا كانت شي واحد فوق السطع عنده سلاح يعني انت غد تدرق المبولة في حركة يقدر يقوت لك سهل يعني انت ما غاديش تشوفه سيخرج لك من تماية غادي قوت لك ايزي ولكن الى كانت عندك ديك المهارة قدرت تهبط لتاحت نتايع يعني شي بلاسة اللي ما غيشوفك شفها وتلوح لي القنبولة الى كان مخبف ذاك المكان ومش بطاورة فقط انايا يعني في اي بلاسة يقدر يكون شي واحد فوق المنزل ولا شي حاجة فيها لكاية يعني في عواد ماش قرب لي وتلوح فغادي تمشي الابعد بلاسة اللي غتشوف غادي وصال الايم دي القنبولة او المدى دي القنبولة واشقدر تلوح لي القنبولة بلا ما يقتلك بلاسة شي حاجة يعني يخد عزوين بسطاف اخوتي وكيد غايت تفيدكم بسطاف لانه بصح كينشي واحدين قال لك ان المهارة ما عندتش شي دور ولا ما عندتش شي شي معناه فاش غاين فعني انا يسميته للمدى دي القرانات ولكن اخوتي رأى مدى خرافي يعني يشوفوا التراري حتى لايش كيلوح للقنبولة يعني الوحد درجة كبيرة يعني تشغيل في ذاك حتى في اللاب إذا كتتواجه شي خاص لبراوات تراري يعني مثلا الخاصن ديالك هو هذا يعني دور بيتلج وانت ما غاديش تقدر تمشي عنده يقدر يقوت لك ولا شي حاجة يعني شوف المسافة حال يعني حالي بعيدة وانت غايت قدر تلوح لي قنبولة ووسط ديك الدائرة دياله يعني إلا ما كانش عندك الحيوان غادي خاصك تقرب حتى لحدها باش قدر تلوح لي القنبولة ولكن إلا معاك الحيوان يعني قدرت تلوح لي القنبولة وانتبعيد من نوع لبراوات ووسط الحداء هذا الشيء بجزوين المهارة الحيوان جديد للقرد مهم أخوتي دابا نتاقل الخدعة الأخرى الخدعة الرابعة لما أظن بالنسبة لهذه الخيمات أو هذه الخيمة هذه يعني في كثير من الأحيان إلا هبطت هنا فممشان أنت صادفت مع شي واحد يدخل هنا وكيستدليب تلجأ بالخصوص لما رأيكم سكواد أو شيء يستدليب تلجأ وانتشكت حيب تلجأ يعني ستأخذ غيقنا في أولا وانتبعين هذا وستتلوح في هذه البلاسة من هذا المكان وستدخل لي وستفاجئ في الداخل هذه الخيمة يعني أخذ هزوينها بالخيمة وستفيدكم بالخيمة يعني بلاه مجدس من ناحتي حيب تلجأ يقدر هو يكون عنده تلجأ بالخيمة تبقى مصدع مع رأسك تحيد تلجأ حيب تلجأ تحيد تلجأ حيب تلجأ حيب تلجأ لذلك أخوتي هذه الطريقة السهلة بالخيمة تقدروا في أي مكان يعني في هذه الخيمة هذه نظر نقع لها هنا في بلايس في بيرمودا وهنا كذلك أحتف في الخريطات بريقاطوري مهمة التراري إذا نتقل الخدعة الأخيرة اللي حتى هي خدعة زوينة وستفيدكم بالنسبة للتراري اللي يلعبون على سكور نحاول بالتراري نشيب لكم خدعة سكور لأنه يطلبون مني مهمة التراري هنا أكذلك سوف نفعل المهارة للحيوان يعني كي تقدروا نضع التلجأ في هذا المكان المرتفع جدا شوفوا التراري يعني المدى ديل التلجأ فين كي يوصل يعني المهارة زوين التراري يبروج ولا غا تفيدكم بساف أكثر التراري اللي يلعبون على سكور اللي يدرون الخدع يعني هنضع التراريج والتلجأش فقط أغير باش من إعادة الصوير وكذا وذك الشي انتم مرة التراريج قادروا التراري وغيتلجأ واحدة وغيتجيوه لهذا اللونس باد وغيتحط الايم التلجأ الفوقانية ولا تلجأ التحتانية وغيتقدر تطيح فوق البرج العالي ويقدر يشوفك حتى شي واحد مهم ما غيتحي التلجأة باش ما يشوفك شبنادم يعني يخد عزوينة بساف وتقدر تخبه هنا يبلما يقلت لك شي واحد بصلاح فاشكت طيحكي الضامجة ولكن أخوي يعني انتأكيد ما غيتهبط إلا وغيتكون عندك الدم إلا وكين يعني غيتشوف أنه بنادم ما كينش في الأسفل عاد غيتهبط ولكن فياخد عزوينة وتقدر ضمن لكي بساف دي الكيلات بالنسبة اللي غيجيوا من منعوب سيرفاتوريات قتلونة ايزي ومهم أخوتي يجريح نوصلن النهاية دي الفيديو فكنت من التراي لايك هاتي لكم كل شي ترالي يدير لايك وتنسوش تبارتاجي الفيديو مع صحابكم وعشرة تعليقات إلا وصلت لي حتى الاخر فخلي معك عشرة تعليقات وغير نقول لكم ان شاء الله في رأسكم وتلقى في الفيديو دي الغداء اي 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 كل أخرين صغير تنساني اي 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 ا